تحركات دولية وحضور مكثف في العاصمة المؤقتة عدن فخلال أقل من 24 ساعة عقد السفيران الأمريكي والروسي لدى اليمن مؤتمرين صحفيين في عدن في رسالة يفهم أنها مهمة لإحياء اتفاق ستوكهولم المعطل وسباق وجود في الميناء الأكثر أهمية في المنطقة السفير الأمريكي ماثيو تولار الذي وصل إلى عدن في ساعات مبكرة من يوم الخميس ابتدأ مؤتمره الصحفي بالتأكيد على خطر بقاء السلاح في يد الميليشيا على دول المنطقة ولم ينس أن يجدد موقف بلاده الرافض لدعم الجماعات التي تسعى لتقسيم البلاد وهو ما يعني توجيه رسائل مباشرة داعمة لبقاء اليمن موحدا إحباط وأقلق بالغين أبداهما السفير الأمريكي من عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم لكنه لم يفصح عن أي موقف لبلاده ضد المعارقلين بل عاد للتمسك بالأمل في تنفيذ الأطراف للاتفاق السفير الروسي لدى اليمن فلادمير بوشكين هو الآخر أبدى في مؤتمر صحفي منفصل الأربعاء حرص بلاده على تنفيذ اتفاق ستوكهولم ودعم جهود السلام في اليمن زيارة للسفيرين الأمريكي والروسي إلى العاصمة المؤقتة عدن والحديث عن مساع دولية لإحياء اتفاق السويد لا قيمة لها إن لم يفرض المجتمع الدولي أي إجراءات وعقوبات رادعة ضد ميليشيا الحوثي المعارقلة للاتفاق بحسب ما يراه المراقبون عودة عدن إلى واجهة الأحداث مجددا عبر البوابة الدبلوماسية التي ابتدأت نهاية الشهر الماضي بزيارة وزير الخارجية البريطاني يؤكد أن الاهتمام من قبل اللاعبين الكبار قد يحجم الدور الإقليمي الذي تتمتع به الإمارات والسعودية في المحافظات الجنوبية واليمن بشكل عام وهو ما قد يعني أن على الحكومة الشرعية أن تغير من أدائها واستراتيجيتها في التعامل مع ما يدور من أحداث على المستوى الإقليمي فهل تلتقط الشرعية هذا الدعم والتأييد الدوليين وتعود لممارسة مهامها من أراضيها أم أن عجزها أكبر من أن يذهب بتأييد ودعم قوى العالم أجمع؟ اشتركوا في القناة